قيمتك في هذه الحياة بمقدار عطائك كل شيء في الكون يعطي ومن غير مقابل الأشجار ما تأكل ثمارها والبحر ما يأكل أسماكه والنهر لا يشرب ماءه والبقرة ما تشرب حليبها والنحل ما يأكل عسله كل هؤلاء حتى تشوفوا بس وهذه يعني مجرد لفتة حتى تنتبه عليها حتى تشوفوا بأنه هذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى وقدرك أنت وقيمتك في مقدار ما تعطي مقدار ما تعطي يعني لما رب العالمين يذكر وأوحى ربك إلى النحل أنه الله أكبر ينذكر النحل في القرآن يا الله لأنه مقدار العطاء الذي يعطيه النحل يا سبحان الله طبعا هذا خلقه الله العطاء زين هل رأيتم في يوم من الأيام شجرة التفاح تأكل تفاحة ولا البرتقال ولا الموز شوفوا العطاء والقيمة أنت قيمتك قيمتك أيها الإنسان بمقدار عطائك فلما يقول رب العالمين وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَخَيْرًا لَهُمْ بِلْهُ وَشَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شوف هنا النقطة لما البخيل البخيل انتفت منه مسألة أو صفة العطاء وصار طاقة سلبية أصلا وأنت حتى لما تشوف البخيل تقول أعوذ بالله وأنت يعني تشمأس من داخلك شو هذا ولما تشوف إنسان دائما يسأل أو أنه يتسول أو أنه يمد يده طبعاً إحنا ما لنشغل بالناس الذين فعلاً هم محتاجين وهم إيش اللي لا يسألون الناس إلحا فخلوه ببالكم أما ليخرجون الآن أنت أصلاً يعني سبحان الله العظيم يعني ماذا يفعل هذا وشباب والله شوفون شباب شباب واقفين بالشوارع تسحب من عندهم طاقة سلبية قدرك بمقدار عطائك وبمقدار الطاقة الإيجابية اللي أنت تبعثها حوالك لأنه هو هذا أصل الكون أنه أنت خلقك الله كي تعطي ليس العطاء المال خلوه ببالكم يعني الآن ماريا أعطتنا طاقة إيجابية هي هذا طاقة إيجابية الله ما أجملها ماريا ما أجمل الطاقة اللي فيها طالبة وتدرس وتقرأ وتذهب مع الأمة والدتها إلى الحلقة وتتابع ووصلت الآن في ضبط التلاوة إلى الجزء 27 هذا عطاء هذا لما تسمع هكذا عنه أنت عطتك شحنة هذا عطاء العطاء ليس بالمال كلمة طيبة عطاء الابتسام عطاء هذا ديننا فكله قائم على العطاء فأنت قدرك على عطائك قيمتك بما تعطي وما تزرع من الفرح والسرور لحواليك أن خير الناس من هم خير الناس لما سئوا إلى رسوله سلم قال خير الناس أنفعهم للناس والمسلم كالنحلة والمسلم كالغيث أينما حل نفع بماذا؟ بما يعطيه من طاقة إيجابية ومن أمل وتفاؤل وبما يزرعه في النفوس من الخير والفرح والسرور أينما حل نفع كما ينزل الماء من السماع على الأرض الجرداء التي تفطرت من شدة الجفاف وبعد ذلك ترتوي هذه الأرض كذلك أنت أيها المسلم هذه بركة من الله سبحانه وتعالى لك فمقدارك قيمتك عند الله وعند الناس بقيمة ما تعطي بقيمة ما تعطيه من سبحانه وتعالى لك